عادة ما تأتي المناسبات لتكشف عن الجانب المشرق وما احرزه العالم من نجاح في حقل ما لكنها في اليمن وفي زمن الميليشيا تأتي بوجه اخر وجه يحمل من المأساة والسودوية ما يعيد الى الاذهان فصولا من المعاناة الغابرة الشاهد في هذه اللحظة هي المفارقة المجحفة التي وضعتها سلطة الميليشيا بين اليمن والجنسيات الاخرى فبينما يذهب العالم للاحتفاء بيوم الحريات الصحفية الذي يوافق الثالثة من مايو من كل عام يعيش الصحفيون في اليمن اسوأ معاناة في التاريخ الحديث العشرات من الصحفيين معتقلون في سجون الميليشيا وفي ظروف لا انسانية بعضهم اصبح على عتبات الموت من شدة التعذيب وليس هنا نهاية الحكاية بل ذلك الفصل اليسير من فصول اكثر مرارة ففي حين انتزع العالم الحق في حرية التعبير والصحفة بمصادقة من اعلى الهيئات الاممية في العام الف وتسعمائة وثمانية واربعين كما نصت المادة التاسعة عشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تأتي الميليشيا في العام الفين وسبعة عشر لتحكم بالاعدام على صحفية لا تهمة له ولا جرم سوى انتمائه لمهنة الصحفة وفي ذلك مفارقة اخرى تجعل من هذه الميليشيا خارج السياق التاريخي والزماني للبشرية قد يقول البعض بان الانقلابات والجماعة المسلحة الخارجة عن القانون تتخذ من الصحافة والصحفيين عدوها الاول لا غبار على ذلك لكن في المقابل لم يسبق لجماعة ان وضعت الصحفيين دروعا بشرية في اماكن عسكرية مستهدفة الا هذه الميليشيا التي تفننت في ابتكار اساليب وحشية للانتقام من اناس لا ذنب لهم سوى البحث عن المعلومة ونقل الخبر اشتركوا في القناة